السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا كاملين بخير ولا خير مرحبا بكم مرة اخرى على القناة ديالي فيديو جديد ووصفة جديدة الوصفة دياليوم هي سيغار او لالينيم بواحد الحشوة رائعة قد يكون خلطة ما بين الجج و ما بين لانجوشتين وغادي يكون مدق اسياوي نتمنى ان شاء الله يجبوكم وهذه الوصفة هدي كنت شاركتها معكم العام اللي فات في رمضان في انستغرام وفي زهب اللي كانوا بغينهم ودبعات كتاب وممكن تحتفظوا بهذه الوصفة في رمضان الجاي ان شاء الله ما بقى لوالو او لا تستعملوه في بلاتوم وملحات في البوفي في اي مناسبة بالنسبة للورقة اولا انا كنستعمل هاد الوصفة يعني بالدات كنستعمل هاد الورقة ديال الشينوى كجي زوينة بزاف هاد الوصفة وعندي زلافة فيها البصلة الخضرية زلافة فيها تومبينيو مقطع شرائح وهنا انا استعملت الخضر اللي كتكون هاكا مقطع في الطول كتباع يعني ديال الكونجيلاتور ممكن استعملو انتوما خيزو الكورامب بزاف ديال الخضر اللي كتبقى الفلفلاء الوان ضروري للحمراء صفراء الخضراء او لا تستعملو هاد حسن كجيعات زوينة وسهلا وعندي زلافة ديال لانغوستينو ممكن تعودوه بالكروفيت وزلافة ديال صدر ديال الجاج مقطع مكعبات حتى لانغوستينو انا قطعتو حيث كانوا طرفة ديال الكبارين وعندي واحد شوية ديال يقدر نسكاس ديال الزيت مخلطة ما بين زيت النباتية وزيت الزنجلان ممكن تستعملو غير الزيت النباتية مخلطة مع زيت الزيت وعندي البزار سكين جبير محكوك تريب ممكن تستعملو سكين جبير غبرة تومة محكوكة وعندي معلقة كبيرة ديال زنجلان وعندي صلصة الحارة عندي صلصة ديال السوجة اللي كتكون خفيفة والصلصة ديال السوجة اللي كتكون تقيلة الفرق بينتهم ان وحدة كتكون ملحة ووحدة كتكون حلوة وعندي الشعرية الصينية انا كنستعمل هاد النو هادا ممكن استعملو اي نوع بغيتو وهنا في المقلاء انا صراحة مشالي المقطع يعني استسمح ولكن غالنا انا شرح لكم انا في اللول درت الزيت اللي نباتية مخلطة مع زيت الزنجلان كيف ما قط لكم ماشي ضروري زيت الزنجلان ولكن كتعطي لدي واحد الاضافة زوينة لهاد السيجر هادا ووزدت البصلة الخضرية والتومبينيو والتومة وسكني مل بمحكوك هم اللي درت في اللول وكان بدك نشحر فيهم هنا كيف ما قل لكم الخضراء ممكن تحكوها انتو ما راسكم اولا تقطعوها رقيقة بزف بالموس وتكون في الطول وضروري في هاد الحشو هادي كتبقى الخضراء شوية قاسحة وشدف راسها على داك شي ضروري قصها تكون رقيقة بزف هنا زيت الملحة الملحة غير واحد شوية لانا للصوص سوجة اللي عنا سوات تقيلة او للخفيفة خصوصا الخفيفة كتكون ملحة بزف على تكشين قصة من الملحة داك شي ضروري واحد رسم علقة سافي غير كي يدبال واحد شوية ديك تومبينيو ديك البصلة الخضراء كان زيدو صدر ديالتج هو اللول كي يكون ناشف من الممزيان ضروري هادا من الافضل يعني نحاول ما امكان هاد الحشوة مطلقش لنا الملحة وعند التبقى یہ الفرسات الجأس بشوية مقرمشة شد فرسها ولكن ديك المقايديا لوا كعد حسن هدوك لي كيكونو غرقين ولا عافية تكون مش جادا من طبيعة الحال داك نزيد لانجوشتينو اللي انا قصر حقطعتو شوية طريفات حيت كبير ممكن تعوضوه بكروفيت في حل بحل وداك نزيد هادا هاد الحضر اللي كتكون مقطعة شرائح تويلة في ها بالزفج الانواع هادي ركاد تبع بنسبة لناس ديالكتالونية كتبع في السيرينا تبقى شدة فرصة يجب أن تكون ملحة وشو يد الحار الحار يبقى اختياري بطبيعة الحال على حسب توق ديال كل واحد وخصوصا إذا كانوا يأكلوا الدراري من هاد السيجر أو البريوات نديروا بحسابنا يعني ما نكتروش الحار بزاف وهنا ممكن نزيدوا واحد الإضافة اللي هي زوينة ولكن أنا مع الأسف دائما واحد الصلصة اسمتها صلصة تيرياكي غير هي أنا دائما كنلقى فيها لالكول يعني فين وفين فش كتلقوها بلالكول يعني قدوبها لكم ضروري ما تقرأوا مزيان في هاد السيجر كيكون فيهم ماشي خل الكوحول بناقري ذي على الكل وإنما كيكون فيها الكوحول نيت وصفي دابا زيت هاد الشعرية هاد الشعرية اللي وريت لكم البكية ديالها في اللول كتكون نرتبة بزاف يعني أنا ما غليتهاش غيف سكتها في المطايب وقطعتها واحد شوية وزيتها كان خلطت مزيان والعافية مشهدة كيف ما قد لكم أنا زيت واحد شوية ديال ديك الصلصة تسوجة اللي كتكون مركزة صافي هنا كنخوي ديك المعلقة كبيرة ديال سنجلان وكانت فيه صافي كنخلي الحوشو ديالي تبرد واحد شوية او لا تدفهم الأفضل تبرد ولكن أنا شوية يعني دغيات درت عمرت البريوات وهو شوية يعني بقى بقى سخونة بالحق هاد الورقة هادي زوينة كتصبر ماشي بحل البريك او للفيلو هادي كتصبر السخونية كتصبر ما كتقطعش دغية أما بعد ما وجدت أنا كنخويها في هاد البول هادا باش يعني نعونها شوية باش تبرد ضغياء او لا تدفهم كتكون هلا هاد الشكل كتكون يعني ديك الفلفلة حمراء وديك الليمونية خضرة كتكون باينة وهنا كناخد هاد الورقة هادي ممكن تستعملوا اي ورقة بغيتون تغمى ولكن كيفما كتلكم في هادي كتتجيزوين وكتبقى سبحان الله هادي كتتحافظ على القرمشة ديالها موضة طويلة يعني كتبقى بعض المرات واختقليوهم مع العاصر مع المغرب كتلقوهم باقة قرمشين هنا ممكن ديروا الورقة كاملة وتطويوها في الجنب يعني ايجي السيقار شوية كبير هنا غادي نقسمها على جوش يعني غادي نخرجها على شكل متلاتات وصفي وخا ما كتغطيوها جهد الورقة حدا كما كتنشفش دغياء غير هادي ضروري كتكون في كونجيلاتور يعني اللي تجبدوها جبدو غير القياس اللي غا تستعملو كتاخدو واحد شوية والحورة كتردوها في المجمت قبل ما تدوب سافي كاناخد نص ديال الورقة اللي على شكل متلات غادي نديل الحشوة في الجهة اللي كتكون واسعة من القدام والقنت كيكون ها يعني غادي ندهنو بشوية دقيق والمام باش تلسق وصفي كانت ويجنب هاكا على الحشوة بحل اي سيقار كانو جدوري هادي يعني الورقة مقطعة على شكل متلات سافي ها السيقار ديالنا كيكون واجد غادي نعود معاكم واحدة بنسبة المبتدئات اما اللي مولفين تبارك الله را كي عارفوا يعني انا الهدف ديالي هي الحشوة كتر ما هو انطوي يعني البريوة تبارك الله كل شي كي يعرف غير ولكن كينين لبنات اللي باقي صغارات يلا كيبدو كيتعلموا وبزاف اللي بنات كي كيكتبوا لي هاكا كيقولوا لي شاركي معنا را يلا تزوجنا وباقي صغارات يعني الهدف من الفيديوهات الكبر اللي مولفين بالكوزينة تبارك الله عليهم انا شاركت معاكم الحشوة كفكرة للتغيير وبنسبة لطريقة ديال الطي وشي معلومات هاكا للشبب اللي باقي يلا كيبدأ صافي كانتوهم كاملين على هاد الشكل حتى كان ساليهم وهنا ممكن دخلهم الفريقو يعني الكنجيلاتور غير هو وكان من اللي تدخلهم الكنجيلاتور ضروري تديرهم فواحد العلبة كلها تبقى تحتو واحد تريف من ورق الزبدة او لو الورق اللي كان دخلو الفرن يعني كلها تبقى كتديروا ورق الزبدة حسن باش ما يلسقوا لكمش كدج بدو القياس اللي بغيتو وكتقليوهم في ديك ساعة وهم مجمدين كتكون الزيت سخونة كتقليوهم انا هنا قليت غير النص يعني ماشي عدم نصغير واحد شوية ونصلاحور ضرتو في الفريقو وحاجا اخر احنا ممكن تنقصوا يتصغرهم واحد شوية تديروا السيجار صغير وممكن بريوه علش الله انا هاد الكيميا اللي شاركت معاكم يعني ديك الخضراء رادرتغي نص كيس وزلافة ديال لانغوستينو وزلافة ديال الجج خرج تبارك الله اربعين سيجار من الحجم الكبير يعني لادرتوهم شوية صغرين غادي خرجو لكم حتى لستين حبة يعني بمعنى الحشوة اقتصادية وكتخرج كمية كبيرة كيف ما بقيت لكم ممكن تحتفظوا بهاد الوصفة لرمضان ان شاء الله اللي يدخلوا علينا وعليكم بصحة والسلامة ان شاء الله وبنسبة اللي بناتلي كيقولوا لي طولتي الغيبة كنقولهم سمحوا لي بزاف ان شاء الله ما غنطولش هاد المرة وده قعدك الشي اللي كتشوفوا في التيك توك في انستغرام غنشاركوا معكم مسألة وقت لا اكتر شوية بشوية ان شاء الله ولوصفة الجاية غاديكونوا ان شاء الله حلويات غاديكونوا مع السالات والمزيد من المملاحات ان شاء الله ها هم السيقر بعد ما قلتهم كاملين في حمام ديال الزيت وكيف ما قلت لكم هاد الورقة هادي كتبقها مقرمشة مدة طويلة انا رفقت هاهم بالسلسة ديال اقري ذولسي اللي كتكون حلوة حامضة كجيزوينم او لا حلوة حارة مهم كل واحد شنو كيسميها وبالسلسة ديال السوجة اللي كتكون خفيفة جربوها مع السوسويا يعني سلسة السوجة الخفيفة كيجيوزويني بزافر شيت عليهم واحد شوية ديال زنجرمي بب تزين وصافيه ماشي ماشي ضروري وحتى السيقر شيت عليهم واحد شوية ديال بصلاخ الدرية اللي مقطعة يعني رقيقة بزاف ها هوا ما اللي سيقر ديالنا كيجوه مكترش فيهم الشعرية بزاف يعني ضروري ما تبندك الفلفلال في كل خضراء اللي درنا كاملة الكورمب خزو كتكون في هادي حتى واحد اللوبيا كتكون رقيقة بزاف وصافيه كيكونوا واجدين نتمنى إن شاء الله الوصفة دياليوم تعجبكم واتطبقوها وإلى جربتوها نتمنى تسيبتوا للتطبيقات ديالكم على الانستغرام أو للفيسبوك شكرا لكم المتابعة للفيديو إلى الفيديو الأخرين إن شاء الله شكرا السلام عليكم